موسيقى 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 نحن كمحامون لا يوجد مشكل إذا كانت فعلا الدولة تخاف على الصحة المواطنين والصحة المحامين والصحة الشعب المغربي لأن هذا هو الدور دياله لكن أنا ضد هذا التناقض لهو كون جاوز تلقيح اختياري وفي نفس الوقت كتفرض عليها باش ندخل مؤسسات أو ندخل محلات أو ندخل أو نصافر أو كنستعدم أن جاوز تلقيح هو إجباري إجباري يجاوز تلقيح إلى فرضات الدولة نحن ماشي ضد كما قلت نحن ماشي ضد لكن يكون إجباري باش الدولة تحمل مسؤوليتها في حالتي لا تعرض شي شخص لشي ضرار أو شي إصابة كتكون دولة ديكسعة نعرف وشكون الطرف اللي هو ملزم بالتعويض على الأقل لكن هالتناقض وهذا اللبس المطروح يدعو بعض الشيء إلى شركوك قمع وزيد قمع المحامات لا تركع قمع وزيد قمع المحامات لا تركع ولكن ضد أي توصية على المحامي لأن المحامي والدفاع الدفاع هو مرتكز من مرتكزات العدالة المحاكمة العادلة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كان هناك أمن قضائي الآن تتمثل أمن القضائي وهو لصيق بالأمن دي المواطن المواطن اليوم كلنا مجندون وراء جلالة الملك لتحقيقي ما يصبوا إليه من وحدة وطنية ومن قضية وطنية وهذا العمل كله نجيو نضربوه مجانا بتالوت معين صدر عن جهات معينة توقيت ديال ومشيوه ذاك لم أسش شرعا وقانونا ودستورا فلا نفهم الجهود التي تبدلها التي تبدلها سيدنا والدفاع والمواطنين تمشي سودان لا شيء إلا لأننا يجب أن تقيد المهمة أو تلزموه وهو ليس تحت الوصيد لكي يجيبون والموكلين والشهود هذا تهور وعدم تقدير العواقب هذه الإجراءات التي تقدر اليوم ضعت الأمة القضائية ونضعتها في واحد النهار في الوقت التي نجري ونسابقه الزمن لكي نكونوا في مستوى الأحداث الاجتماعية والاقتصادية والوطنية ككل نأتي بالقواهد المرفيق الوحاية والحقوق المواطنين والحقوق المواطنين والمساعدين للقضاء اليوم لا يمكن لهم إستمروا هذا الوضع هذا لأنه للوقفة ما بعدها وللتصرفات لدي وزنها ما بعدها فنقول لهذه الناس يتريتوا ويقلسوا مع الناس ويحاولوا يلقوا حل لم يدرش بالقضية الوطنية لم يدرش بالوطن لم يدرش بالأمن القضائي بالأمن بحالة في المحكمة المدنية سدوا كل شيء وخلووا أنه المدخل لا نريد أن نزل بالمحكمة ونشبهها بلاسة أخرى باب وكتابود مع الدروج الباب العدلة يبقى مفتوح في وجه الجامعة لا يتسج وهذا السد هذا أو الإغلاق دي الباب المحكمة وإغلاق في وجه العدلة وإنكار العدلة ويتحملوا مسؤوليتهم لإخذوا القرار هذه الوقفة الاحتجاجية التي قمنا بها اليوم في جميع المحاكم دي الضر البيضاء هي رد فعل جد طبيعي من المحامون دي الضر البيضاء على القرار الذي كنا نعتبره أنه قرار غير قانوني الذي قامت به وزارة العدل وأن هذا القرار هو كيمس بحقوق المواطنين أولاً ثم حقوق المحامون والمتفقين أو مساعدين القادة في ضياع الحقوق للمواطنين قمنا كيف ما قلت بهذه الوقافات يعني رفضاً مننا لهذا القرار التولاتي اللي فيه مس بالقانون ومس بالمقتدايات اللي جابيها الدستور ديال لالفين وحداش إحنا عازمين على أننا نبقى وتابتين على هذا الموقف ديالنا دفاعاً على حقوق الموكلين ديالنا لوضعوا فينا التقيقة باش ندافعوا على حقوق ديالهم موسيقى موسيقى لا يمكنك أن نربط الولوج المحكمة إلى بجوة سلقاح الولوج المحكمة لجميع المرافق فقط يستدعي الأمر أنه قيام بالتدابي الاحترازية من الكماما من التعقيم التباعد اجتماعي كافية عوض أن نفرد جواز لقيح كيف يفرد جواز لقيح؟ نحن نظر من ناحية القانونية ونكون قانونيين وأن حد الآن المغرب والمشريع المغربي لا يصدر أي قانون يقول لك بأن يجباري تتلقيح لكن قانون الحالة الطوارئ وما يستدلون بالمكانة التي أعطوها الأنفسيين من إصدار قرارات مراسيم من أجل تطبيق هذا القانون ولكن هنا جئنا من داخل القانون أن نناقشه هناك المقتضى هام فيه أنه لا يمكن بإي حلم الحوال أن تكون هذه القرارة معطلة للمرافق العدل والولوج المستنر لجميع المرافق العدل لأن حقوق المواطنين أن علم حق هناك ملفات جنائية ملفات جنحية ملفات مدنية مرتبطة بحقوق المواطنين وبالتالي إلى فرضنا إجبارة الإله بجاوز تلقيح من أجل الولوج إلى مرافق العدل سوف تنتاكوا هذه الحقوق المحامون بطبيعة الحال نتفاضوا ضد هذه المذكرة ما رسوا حقهم الطبيعي لأن المنع غير قانوني وبالتالي كان لزامنا علينا أن نقوم بدورنا كهيئة دفاع في الدفاع عن الحقوق في هذا البلد السعي لأن لا نعتبرها أزمة محامون هي أزمة حقوقية حقيقية في المغرب لأن حتى في سنوات الجمراء والرصاص أو ما يلقب عليها بسنوات الصمت وثنوات الخوف لم يتجرأ أي من المؤمن المنع المثال المحكم الثاني فهذا السنوات الأخيرة هناك انتكاسات حقوقية كبيرة هناك انتكاسات قانونية كبيرة جاء الختام بهذا المذكرة المشؤومة كمانا إرحال ! إرحال ! إرحال ! إرحال ! نهم اونوا حافظ أن الحاول Edition عليك القيد ، عليك لبراتيarnos اشتركوا في القناة